منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد ظهرت الحضارة السومرية القديمة على سهول دجلة والفرات وقد كانت واحدة من أكثر الحضارات اتساعاً في الزمان والمكان وعول حضارة تقع في بلاد بين النهرين بل ويتفق الكثير من المؤرخين على أنها أول حضارة نشأت على وجه الأرض اشتهرت هذه الحضارة باختراع الكتابة المسمارية وهو أقدم نظام للكتابة في العالم ولكنها أيضاً شكلت أسساً للكثير من المجالات الحضارية الأخرى قفزت حضارة السومر القديمة قفزات هائلة في نظم الحكم والعلوم كرياضيات وكذلك في التخطيط والعمران والزراعة إليكم عشر حقائق رائعة عن واحدة من أقدم الحضارات المتطورة التي عرفها التاريخ تعتبر مدينة إيردو السومرية أول مدينة في العالم حيث تأسست حوالي عام 4500 قبل الميلاد على ساحل الخليج العربي في جنوب بلاد ما بين النهرين وتشير الأدلة الأثرية إلى أنه في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد تم تقسيم سومر إلى حوالي 12 دولة مستقلة تتمحور حول معبد مخصص لعبادة الآلهة ويحكمها كاهن أو ملك وعادة ما كانت المدينة تحاط بسور يسمى الزقورة وهو عبارة عن معابد متدرجة تشبه الهرم لها أهمية في الدين السومري كما بنيت البيوت من حزم من قصب المستنقعات وتم حفر قنوات الري لتسخير مياه نهري دجلة والفرات من أجل الزراعة وقد لعبت أوروك دوراً قيادياً في بناء حضارة سومر خلال ما يعرف بفترة أوروك منذ عام 4000 وحتى عام 3200 قبل الميلاد كما تعتبر أوروك أكبر مستوطنة سومرية ففي العام 2900 قبل الميلاد كان عدد سكانها يتراوح بين 40 ألف و 80 ألف نسمة في مساحة تقدر بستة كيلو مترات مربعة وهو ما جعلها من أكبر مدن العالم في ذلك الوقت واحدة من أكبر مصادر المعلومات عن حضارة ما بين النهرين القديمة هي قائمة الملوك السومريين وهي عبارة عن لوح طيني يوثق أسماء معظم حكام سومر القدماء وكذلك فترة حكمهم وهذه القائمة تقدم مزيجاً غريباً من الحقيقة التاريخية والأسطورة إذ ذكر فيها أن هناك ملكاً من أوائل ملوك سومر قد عاش لمدة 43 ألف و 200 سنة ولكن تلك القائمة جاء فيها أيضاً ذكر لمرأة واحدة تدعى كوبابا كانت ملكة لمدينة كيش في العام 2500 قبل الميلاد ويقال أنها حكمت لمدة 100 عام وعلى الرغم من أنه لا يعرف الكثير عن فترة حكم كوبابا وكيف وصلت إلى السلطة إلا أنها تعتبر أولى النساء التي حاربت في التاريخ وتمكنت من الانتصار في حربها إذ استطاعت هزيمة ملك أكشاك وضمتها إلى مملكتها على الرغم من أنهم كانوا يشتركون في لغة واحدة وتقاليد ثقافية مشتركة قد انخرطت في حروب شبه ثابتة مع بعضها البعض وأسفرت تلك الحروب عن عدة سلالات وممالك مختلفة وأول تلك الصراعات التي عرفها التاريخ كانت تتعلق بالملك إيناتوم من لاجاش والذي هزم مدينة أومى المتنافسة معه في نزاع على الحدود في وقت ما من العام 2450 قبل الميلاد إلى جانب اختراع الكتابة والعجالة والمحراث والقوانين والأدب إلا أن السومريين كانت لديهم بعضا من مصانع البيرة الأصلية في التاريخ فقد وجد علماء الآثار أدلة على صنع البيرة في بلاد ما بين النهرين والتي يعود تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد ولكن ما زالت تقنية التخمير المستخدمة لغزا غامضا حتى الآن ولكن يبدو أنهم كانوا يعتمدون في صنعها على طبخ الشعير حتى يصبح كثيف القوام لدرجة أنه لا بد أن يشرب من خلال نوع خاص من ورق الترشيح وقد أشاد السومريون بمشروبهم هذا لغناه بالمواد والمغذيات حتى إنهم أطلقوا عليه مفتاح القلب الفرح والكبد الراضي اختراع السومريين للكتابة المسمارية يعود إلى حوالي 3400 عام قبل الميلاد وكانت الكتابة المسمارية تتألف في شكلها الأكثر تطورا من عدة مئات من الأحرف التي استخدمها الكتابة القدماء في كتابة الكلمات أو المقاطع على أقراص أو ألواح طينية باستخدام أقلام مصنوعة من القصب ثم يتم خبز تلك الأقراص وتركها في الشمس لتتصلب ويبدو أن السومريين قد طوروا اللغة المسمارية لأول مرة لاستخدامها في الأغراض الدنيوية المتمثلة في الحسابات وسجلات المعاملات التجارية ولكن مع مرور الوقت ازدهرت الكتابة المسمارية كنظام كتابة متكامل وتم استخدامها في كل شيء من الشعر والتاريخ إلى رموز القانون والأدب بما أن موطن السومريين كان خاليا إلى حد كبير من الأخشاب والمعادن والأحجار فقد اضطروا إلى إنشاء واحدة من أقدم شبكات التجارة في التاريخ في البر والبحر وربما كان أهم شريك تجاري لهم هو جزيرة دلمون البحرين حاليا والتي كانت تحتكر تجارة النحاس ولكن تجار سومر قاموا أيضا برحلات طويلة إلى العناضور ولبنان لجمع خشب الأرز وكذلك إلى عمان ووادي السند من أجل الذهب والأحجار الكريمة أحد أهم الإنجازات في أدب بلاد ما بين النهرين هو ملحمة جل جامش وهي عبارة عن قصيدة من ثلاثة آلاف سطر تحكي عن مغامرات ملك سومري يقاتل وحشا في الغابات ويتساءل عن سر الحياة العبدية في حين كان بطل القصيدة بمثابة إله يمتلك قوة شبيهة بقوة هركليز يعتقد معظم علماء التاريخ أن ملحمة جل جامش تستند على قصة ملك حقيقي كان هو الحاكم الخامس لمدينة أوروك السومرية يرجع اختراع الدقيقة المكونة من ستين ثانية والساعة المكونة من ستين دقيقة إلى حضارة بلاد ما وراء النهر القديمة فكما هو النظام العشري في الرياضيات الحديثة الذي يستند فيها على العدد عشرة اخترع السومريون النظام الستيني وهو نظام عد قاعدته ستينية اخترعه السومريون في الألفية الثالثة قبل الميلاد ونقلها عنهم البابليون وهو ما زال مستخدما حتى اليوم في قياس الزوايا الهندسية والزمن وكذلك في نظام الإحداثيات الجغرافية بعد احتلال بلاد ما بين النهرين من قبل الأمريوت والبابليين في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد فقد السومريون هويتهم الثقافية تدريجيا وتوقفوا عن الوجود كقوة سياسية وفي نهاية المطاف تم نسيان كل شيء يتعلق بتاريخهم ولغتهم وتقنياتهم حتى أسمائهم وبقيت أسرارهم مدفونة في صحار العراق وظلت الحضارة السومرية مخفية عن العالم حتى القرن التاسع عشر عندما عثر علماء الآثار الفرنسيون والبريطانيون على القطع الأثرية السومرية أثناء البحث عن آثار الآشوريين القدماء ومنذ ذلك الحين اكتشف علماء الآثار العديد من القطع الفنية والقصائد والتماثيل السومرية فضلا عن حوالي خمسمائة مليون لوحا طينيا والتي لم يتم بعد ترجمة معظمها السومرية هي حضارة لمجموعات بشرية في جنوب شرق الهلال الخصيب بلاد سومر في العراق اليوم خلال الألف الرابع قبل الميلاد سمى السومريون بلادهم كينجير ولغتهم عمجير والتسمية سومر هي تسمية أكادية لمنطقة جنوب العراق وسكانها والتي تكرس استخدامها من قبل الباحثين مع إعادة اكتشاف الكتابة واللغة والثقافة السومرية في القرن التاسع عشر الميلادي وتعتبر الحضارة السومرية أولى الحضارات الإنسانية بالعالم القديم وقد بدأ الأمر حين قرر الإنسان الحجري السكن بجانب الأنهار وتعلم الزراعة بعدها بدأت ما نسميه بالحضارة السومرية القديمة وهي أقدم حضارة بالعالم تتخطى حتى الحضارة الفرعونية في القدم وبعدها جاءت المملكة الأكادية بتلك المنطقة على يد سارجون الأول ثم الحضارة البابلية ثم الحضارة الأشورية وعاصمة هانينوة ورغم اختلاف الثقافة واللغة بعض الشيء بين تلك الحضارات إلا أن اللغة قريبة جدا من بعضها والديانة شبه واحدة إلا أن الاختلاف كان برفع مكانة إله عن آخر في كل فترة زمنية لا زال منشأ السومريين مجهولا حتى اليوم ولكن لغتهم تؤكد اختلافهم في النشأة عن جيرانهم الساميين والعيلاميين فهناك فرضيات حول منشأهم في بلاد الرافدين وتطورهم فيها إلا أنه لا دلائل أثرية على ذلك وفرضيات أخرى حول نشأتهم في آسيا الوسطى وهجرتهم نحو بلاد الرافدين لكن كذلك البحث العثري لا يثبت ذلك للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من مليون مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه ترجمة نانسي قنقر